بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أعود أن نسجل شكري إلى أبطال عراق أبطال قوات المسلحة جيشنا العراقي البطل قواتنا في الحج الشعبي والباشمرقة وجهاز مكافأة أرهاب والأجهزة الأمنية التي عملوا بكل قوة لتحرير كل مناطقنا من الجماعات والعصابات الرهابية وكذلك أود أن أشكر كل الذين عملوا بكل قوة لعادة أعمار محافظة نينوى والتخطيط لهذا الأعمار هذه المدينة مدينة الموصل هي نموذج للتعايش ونموذج للتنوع العراقي الذي هو عنص القوة عندنا حقيقية نموذج للتعايش والتسامح ونموذج أن العراق يمتلك الكثير من القدرات البشرية والكفاءات في هذه المحافظة الطيبة بأهلها بتاريخها وكذلك أود أن أشكر الجهود الاستثنائية التي بدلها زملائي في الحكومة العراقية السيدة وزاة أعمار أسكان وكذلك السيد وزير التخطيط الذي بدل جهه الطيب في الأيام الأخيرة لكي نفي بهذا الوعد الذي وعدنا فيه لأهل نينوى بتحقيق أمنيتهم في بناء أو أعادته أعمار مطار الموصل وكذلك سيد جل شكري إلى محافظة نينوى وكل العاملين بها وكذلك نجلة أعمار نينوى وكذلك مجلس أعيان الموصل هذا المجلس الذي كان دائما ينبه الحكومة عن بعض الملاحظات وكنا نأخذ بها وكان نشجل بعض الأخطاء ونتابعها هذا المجلس الذي يحكس طيبة وحرص الناس في هذه المحافظة نعم هناك جهود جبارة تنجز عارض يوميا من أجل الإعمار وأنا الشخصين أتابعها وأتابع تفاصيل التحديات ونعمل على ترديل هذه التحديات من أجل أن نبعث سالة أن العراقيين يستحقون الحياة وعراقيين قادرين على تحويل التحديات إلى فرص طجاح وإن شاء الله هذه المشاريع تستمر في البناء والإنجاز وخدمة أبناء هذه المحاورات اليوم جعتكم بعدما وعدتكم في زال تأخير أنه خلال شهر سوف نقوم بإنجاز ما وعدناكم في قضية تنفيذ أو وضع حجر أساس بهذا المطار تأخرنا بعض الشيء ولكن من أجل تدليل كل الموانع والعقبات القانونية حتى يكون إنجاز إنجاز صحيح مشروع مطار المنصر مشروع استراتيجي ومهم لأبناء المحافظة ونضع حجر أساس اليوم وسوف يتم العمل والمباشرة بهذا المشروع من اليوم مدية المنصر عالة الكثير من سياسات التخبط والإرهاب وسوء التخطيط وإن شاء الله ما حصل في الماضي لن نتكرر لا في المنصر ولا في نينوار ولا في عموم العراق كيف نحول هذه التحديات لفرص نحتاج إلى التكامل والتعاون جميعا من أجل أن نستنهض الطاقات لبناء عراق يليق بالعراقيين نعم هذه الجهود سوف نلتطيع ولن نسمح للفاسدين أن يعملوا على استثمار هذه المشاريع لتبذير أموال الشعب وستكون نتيجة كل من يحاول العقل بهذه المشاريع من أجل مصالح شخصية أو لجماعات العصابات أو الفاسدين سيكون مصير وحال للإرهابيين الذين حاولوا تدمير هذه المدينة لقد عملنا منذ اليوم الأول على اهتمام بهذه المحافظة وعموم المحافظات بالرغم من كل التحديات التي تمر بها الحكومة من تحديات سياسية واقتصادية وإمنية نجحنا أن نعبر التحدي الاقتصادي وكذلك التحدي الأمني واليوم نتمنى من كتب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها بحل موضوع عن الانسداد السياسي من أجل العراق ومن أجل المستقبل العراق قبلنا التحدي وعملت هذه الحكومة منذ 28 شهر ولحد هذه اللحظة لم يكن هناك دعم لها الحكومة لكي تقوم بإنجاز موازنة الآن في عام 22 والشهر الثامن حتى الآن بسبب تأخذ تشكي الحكومة لجلت موازنة واتينا في شهر آيار من عام 20 وبقت إلى ناسها بدون موازنة فمن غير معقول أن نقوم بخدمة المواطنين والحكومة مقيدة أو ممنوعة من العمل أو التصرف بالمال الذي منه الله علينا بثروات العراق ونجد بناء العراق وعليه أتمنى من جميع العمل بكل قوة لحل الموضوع الإنساء السياسي والنجوء إلى الحوار لحل الخلافات لا نحن خيال غير الحوار الحوار ألف سنة أفضل من اللحظة نصدم بها كعراقيين نحن سعداء اليوم بنضى حجر الساس سوية كموثلين عن الشعب العراقي وزراء نواب ممثلين عن هذه المحافظة التي يجب أن أشيد بدورهم في متابعة هذا المشروع مطار الممثل سوف يوفر فرص العمل والنقل وتسجيل حياة المواطنين أجب أن نشيد بالمشاريع الأخرى في هذه المحافظة من ضمنها إن شاء الله قريبا نأتي لنفتتح مشروع إعادة إعمار جامع النوري هذا الجامع المهم والموجود في ضمير أهل هذه المحافظة وضمير كل العراقيين ولابدأ نشكر من عمل على إنجاز هذا المشروع من يونسكو من المنظمات الولية وكذلك المكتب الاشتشار التابع لجامعة الموصل وكذلك الأخ راكان العلاف أمل أن يتم هذا المشروع في القريب العاجل عشتم مع عاشر العراق وعاشر العراق العظيم ويجب أن نعمل سوية يدا واحدة من أجل أبنانا وأحبالنا ومجر التاريخ شكرا جزيلا شكرا جزيلا